دي دورة أنا مش شايفة كويس معلش يا فادي دورة بسي دورة حاوليك حاجة أنا دورة ما بوصلهاش ازا اكترس أنا دورة بوصلها ازا ماضر أنا دايماً أقول لليلة ان دورة مش قصة انها ممثلة هي فاشن ايكن هي بالضبط هي بالضبط هي بالضبط هي بالضبط انتعرف هي عملت خطة اذياء جديد مع مع كوجك مع مين كوجك فدورة أنا يعني أنا بشوف يعني ان هي فعلاً فاشن ايكن لها طلط هايلة ولها حاجات طبعاً بتبقى أنا أتمنى تكون لأتلاها حبيب وقريب وغريب وكل حاجة دينا ماهر فنانا دينا ماهر بوسي أنا ما بفضلش الفاسين قصيرة على الراد كاربت يعني أنا نطبيك فان لحاجة زي كده وأنا بحيث ان أنا طالما رايح الراد كاربت حتى لو لبست حاجة فيها تانتس بتبقى ألطف كتير قوي وانا كنت لسه حتى بقول من شوية في الانترو انه بسهر الصائغ ان لازم يكون في ديل يعني صهر الصائغ حطت شوية القماش الزيادة من الجنب هتشوف بعد شوية كمان مش عارفة لو معنا صور ولا لأ شاري انت عارفة أنا شاري من عز صحابي يعني وبردو شاري بديل شاري لون الفستان كان حلوة حلوة قوي 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 وناعم هو الموديل مش جديد بسو حلو عليها اول فوتو شوت شاري عملته خالص كان معنا صح كنت عايزة اقول لك بقى نسمة محجوب هو لابسة جامب سوت بس هو ليه من الكتاف ديل طوي اعتراضي على الشعر بس ده شعرها دايما ده دي البصمة بتاعتها وهي دايما ده أنا بالعكس أنا حتى هي بتحول توظف الكيرلي في كل حاجة طبعا فنانة الأمر لقى العزي العرب يرسكت معنا النهاردة جميل لونكو سان حلو شكرا شكرا انا بقى لي مثلا سنين ما لبسش بروكار بوصي بروكار من الحاجات اللي هي دلوقتي اتقن وكسو ان احنا بتدينا الشيطة يعني ما كانش يتلبس مثلا نفجونا لما ينفعش بروكاريز إن جدا دلوقتي بس كمان عايز حد رفيع زي ليلى لانه بيتخن هو بيتخن لو تقص الطريقة غلط حبيبتي ناجلة بات ناجلة زوقها حلوة لون الفستاني جنن وهي كيوت يعني ناجلة انت عارفة اه 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 اتعرف كمان الفستان دي يسرق لا رحاب الجمل اعتقد ايه ده هي سبفارة شارع هي تريبا السور برضو هنا الاضاءة مش عارفة بس بصي يعني انا برضو اعتراضي على يا رحاب صاحبتي وانا بحبها جدا بسانة اعتراضي على فكرة الوسط يعني ان احنا ملابسين حاجة مقسومة رحاب لما بتطويري كورسات عندها بيطلع الشكل عحل هدول حلاية هدول النجمتين نجمتين بتعني نجوم الحفل نجوم الحفل طيب نرجع تاني للخامات اللي احيانا ساعات بتخن انت بتقول لو تقصد غلط يعني هل دي قاعدة عامة ولا في قمشات معروفة انها غلط لا بصي هقولك حاجة اللي بيتخن الكات الكات يعني مثلا تلع موضة السنة اللي فاتت مثلا القمشة اللي هو فيه ريش كتير تمام كات بتاعته هستعمله فين انا لو عندي مثلا بلاس سايز مثلا في منطقة السدر اكيد مش هستعمل القمشة هنا هنا هستعملها بطريقة مختلفة لو انا كل حد ولول فيزيك بتاعه وانت عارف كمان هي تأكيدا على كلامك هو ممكن تكون خامة بالتخن انا استخدمها في منطقة رفيعة عايزة ادي فيها فوليوم مثلا بس يبقى وظفها فين بس هقولك حاجة مثلا كل الناس مثلا بتخاف من القمشة اللي كرة مثلا تقولك اللي كرة اي حد اوفر بلاس سايز ما يبسوش انا بشوف ان اللي كرة ده اكتر قمشة ممكن حد بلاس سايز اعزم اعزم اختراع اعزم اختراع بالنسبة لحد بلاي هي دي بانس على الكات انا بقصي ازاي بتعامل مع الجسم البشري القدامي ازاي نقط القوة في ايه نقط الضعف في ايه انا بعايزة داري ايه انا عايزة هو الديزاينر كده يعني هو الديزاينر كده بيساعد المصود يساعد عند وجهة نظر تحترم بالزبط